موسيقى موسيقى أن تمارس الصيد البحري في بلد تمتد شواطئه على أزياد من 700 كم كموريتانيا بهذا الأمر طبيعي وأصبح طبيعيا منذ فترها أن تكون طواقم السفينة كلها موريتانية لكن من غير الطبيعي وغير المألوف أن تكون على متن سفينة صنعت في موريتانيا بأياد وخبرات موريتانية بحتة هذه السفينة التي نتواجد اليوم على متنها واحدة من خمسين سفينة تمت صناعتها حتى الآن في ورشات الشركة الموريتانية لصناعة السفن الموجودة في مدينة نواذبو أهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصنعة في موريتانيا حلقة نخصصها لصناعة السفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتم صناعة هذه السفن داخل الورشات التابعة لشركة صناعة السفن الموريتانية في مدينة نواذبو ويرجع الفضل في إنشاء هذه الشركة إلى رئيس الجمهورية ضمن جهده الرامي إلى تذمين الثروة السمكية وخلق قيمة مضافة ومئات فرص العمل للبحرة الموريتانيين الشركة تميشاها مرسوم السادر بتاريخ واحد وثلاثين دجمبر 2014 من تعليمات السامية لخمض الرئيسي الجمهورية سيد محمد العبدالعزيز ونحن ما نقدم نتصوره بالدولتنا تلتاد لأكثر من 750 كم الشاطئ وتعود ما تخلق بفرص عمل الشباب الموريتاني وماشاء الله عاملنا نروه هائلة من السمك يقارل الواجعة ما كان في بفرص عمل متاحة ولذلك ذكر رئيس الجمهورية لضرورة إشاء الشركة متخصة بسنعة السفن والسلاحة وقد عرف هذا المشروع نجاحا كبيرا بفضل توجهات السلطات العليا ومتابعتها عن قرب لهذا المشروع الهام وقد كان لذلك التوجه ولتفاني القائمين على العمل كبير التأثير على الإنتاجية ومراعاة معايير الجودة والمنافسة وفات خلق في المشروع أكثر من 500 فرصات عمل ومبين الماترو والكابتان والليديرو غلاس ومعنى أنه فهم شيء مهم في جميع المجالات في الاقتصاد الصيدي تتكون سفينة الموريتانية المعروفة بالديتي كارانسيس من 27 قطعة مكونة من الألياف الزجاجية والخشب تتم صباغتها وتركب داخل الورشات بتنفيذ وإشرار طواقم وطنية تم تكوينها لهذا الغرض هنا في هذه الورشة عندنا ورشة تتكون من ثلاثة جزاء الجزء الأول وهو الجزء المسؤول عن تحضير الألياف الزجاجية والجزء الثاني هو المسؤول عن تقطيع الأخشاب التي تتكون منها الصغينة الأساسية والثالثة هو الجزء الثالث وهو الجزء المسؤول عن السباغة هنا في هذا الجزء بذات عندنا الفرع الأول وهو الفرع المسؤول عن المكونات الأساسية التي تتم فيها تصنيع السبع عشرين العنصر في هذا الأساس عندنا عناصر وهي عناصر مكونات وقد أعطيت لها جميع الإمكانيات بمعرفة كيفية تصنيع هذه الأجزاء وهو عمال وكوناهم في هذا المجال في المصنع ما فيه أجنبي تماماً بداية المصنع بدت مع مكونات اليابانيين وباشروا السفينة الأولى يلين اكتملوا التصنيع على السفينة الأولى والسفينة الثانية كانوا مراقبين فقط على طواقم موريتانية خالصة بعد السفينة الثانية كان عندنا السفينة الثالثة اشتغلنا عليها مراقبتهم لها عن بعد ولا كان فهم أي ملاحظات وبعد السفينة الثالثة تتسلمنا عملنا وتشكل الألياف الزجاجية المادة الأساسية التي تصنع منها قوارب الصيد داخل أمكينة مهيئة خاصة جافة وخالية من الرطوبة يتم وضع الألياف الزجاجية التي تم تقطعها وفق مخطط محكم يراعي المساحات والأشكال التي ستكون عليها السفينة في شكلها النهائي بقالب تبرق به جميع المواد المستخدمة لبناء السفينة عندنا هنا زلت أشكال من هذه الألياف الألياف تتكون سمكها 450 والثانية سمكها 600 والثالثة سمكها 600 أيضا عندنا قياسات نقوم بها قياسات دقيقة هي التي نبدأ بها بتحضير هذه الألياف الزجاجية ولذلك هذه المرحلة الثانية التي نقوم بها هناك في هذه الورشة لتحضيرها وبعد وضع الألياف الزجاجية على القالب تقطع هذه الألياف برانش المعروف اختصارا بغيزين وهو عبارة عن مركب كيميائي عازل شديد الالتصاق يعمل على عملية تصليب الألياف ويتم إضافة محفز لتسريع عملية التصليب قيمياء التصليب بواسطة محدات خاصة تحتاج إلى صيانة ومراقبة عن قرب كي يتم خلط مجمل المغادي المكونة للطلع سيطر المستخدمية للطلع وأن اتضاف في العملية قبل نحن نشعر بأن الانجر المساعدة اشتركوا في القناة موسيقى بعد الصباقة وتهيئة مختلف اجزاء السفينة تبدأ عملية تركيب المحرك وخزانات الوقود والماء والمعدات والاسلاك الكهربائية والالكترونية هذه الشغل اللي متباركين معاها اللي عدنا ما شاء الله نعدلوها بيادي موريتانية تعلمناها هون في موريتان تعلمناها من بداية الشريكة جاونا للمؤطرين اليابانيين ويشرفوا على تعطيرنا هنا تياها وضعنا منهم للتكنولوجيا انقلنا هنا تياها وعدنا ما شاء الله اللي عدنا ما نقولوا علينا شبه قاع منهم واسرع في التصنيع يعود ذاك اللي قريب من ذاك وما شاء الله جميع الكفاج اللي معاها ما شاء الله جيد بالنسبة للي قطينا صنعنا من السفن المشاكل الميكانيكية شبه معدومة فهم شوي من المشاكل تخلق المكينة يقال هذا عادي لا تقريبا شوي ما هو عادي روتيني ما شاء الله ما قطينا جبرنا اي مشكلة في شيء نقاله الميكانيكي فهم نملي شيء نقاله الصيانة نملي نعدلوها بالنسبة للينا كمسؤول ميكانيكي من السفن كاملين بصفة عامة واحدة في صيانتهم ونعدلهم لان ترتين بمختلف كامل ويرعى بتصميم السفينة أن تكون الأنوار الخاصة بالملاحة والبطاريات المستخدمة ذبتة بأماكن مغلقة ولا تصل إليه المياه ويكون موقعها بعيدا اخذان الوقود هذا المحق هذه ن darkest سنفتح لا يجب ان امرك سيفتك بكتبه عن اخطار تركيبه لتراجعنا الحمد لله نقوم بتركيبه مع العناصر عندنا جزء العلAddى الأول ثاني نخرج وسنفتك بتركيبه وعند مكيينتا وانده كما تران نقوم بعد دخولها لنبحث عن الأخطاء والتقط البعض سابق تمشي. مجمو مولي بدماره هون اسيه هون ني توفه عبوانسان مجمو ماشتن بيشارة البحار. خالق هون هون هاتي اسيه هون هاتي عن طريق آآ آآ عن داخل المصنع. خالق هون هاتي عن طريق آآ آآ عن طريق البحار. نبط ندره في البحار. ودى نتقلب عليه بسبعة مايوهة في عدو ماتل عندنا في أخطاء ولا عندنا في سواشينو. نحافظوا عليها والله الحمد دائما يمشوا. لا قد باننا في مايوهة في سواشينو. ولكن كيف تقول كيف تتركوا ما عندنا أي مشكلة الحمد لله. نهم المشاكل اللي عندنا اليوم هون ما عندنا ديسبوزيتيب دي ميزالو. معنا ننعدلو بآخرة ما عندنا إمكانيات إياك نديروها في الماء. ولذلك ني جانا هون فخامة رأيس الجمهورية وطلبناه تأحد لنا إجازي بالإحسان عن إن شاء الله الدولة اللي بتنجز لنا ديسبوزيتيب دي ميزالو. نعودوا بآخرنا. نديروهم قريب مننا وعدونا ننفوالي من ناحية الإمنية للباخرة. لذلك نعود لينترانسپورتور بتطيحي لنا. نبين نشو بشور اللي بحرطو تخاسر. نعودونا أبلية دي لرامنة. ولكمور واريدة. بالوارشات اللي بتعدل البواخر. لانك اللي ميهة اللي كوريك. كنهان ديسبوزيتيب دي ميزالو. كنزا بارتين. نفو ديليزي. كنفوزيتيب ديزي. كنفوزيتيب ديزي. كنفوزيتيب. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. السدينة الموريتانية ديتي كارانسيس توفر كل وسائل الراحة للطواقم الموجودة على متنها من سلامة وأمن للبحارة. هذا بالإضافة إلى توفرها على كافة المستلزمات الضرورية للقربان وللبحارة. كاميرا البرنامج قضعت عدة أميال على متن إحدى هذه السفن وحاورت قائدها هذه السفن ما كنت في حلمي عنهم لا يعودوا وموريتان ومنين راد الله عنهم خلقوا جبارة شاكر من الفرحة غير معقول وشاكر السيد الرئيس على الطموح اللي عدل اللي عنه في الأحكام الماضية ما قطينا رأينا حد يرتفت هاي الليفتة الكريمة وهو أنا قاية سفينة لجميع المواصفات بزر صندر بزر جبس بزر رادار بزر جميع القيم حارد عن إلهي نتكي عندي بل منين نتكي بليدان ورتاح عمالي عندهم بل منين يرتاحوا وعندهم بل منين ينصبوا هذا أنا ما كنت نحلم بيه عنه لا يعودوا مصانع ويعودوا موريتان السابق ذا الحكم له السفون الحمد لله جيدات وبحارات ولقطينا رأينا فيهم أي مشكلة أنا اللايحة لو لنين فتحوا وبيعهم جيت أنا هو رقم واحد فيها ومن اليوم اللي بديت من ناحية الإدارة الفنية ما قط رأيت مشكلة لا من الموتر ولا من البلاستيك ما قط عدلت أي عواغ ما قط جبارتم الحمد لله نعدل عشر تيام أذن عشر يوم أخمسة عشر يوم على هالبحار ما قط رأيت أي بروبليم ما قط رأيت أي بروبليم وعدت نحس عني عني برصت بثمن قالي إعلاني شفت شيء منتج وبنتيجته فهمت الناس ما يفاهمتوا بقال أنا بسم عني الصياد وعني كتف السهون اللي ما تنفع والسهون اللي ضحية والسهون اللي ما فيها نتيجة أنا اليوم مرتاح عني لا عاقتني رواية حذية رجوية لا ينعيط على حد من زملائي ويجي وينطرني والله يعطيني الأدوات اللي خاصتني معناها عني مثلي الضحية معناها عني عد كيف مشيت من الدشرة في البحر غير تميت الليها في الدشرة بياللي عندي جميع الوسائل اللي مثلا تحوي وتجمع مع الدشرة وبالإضافة إلى إشرافهم داخل الورشات على كل تفاصيل إنتاج السفينة الموريتانية يواصل وفني الشرك متابعة السفينة والتصليح الأعطاب التي قد تحصل لها ويتم بيع هذه السفنة التي يتزايد عليها الطلب يوما بعد يوم وفق دفتر شروط تراعى فيه الشفافية والحياد التامين نحن هون شفافية تامة في بيع السفن ما في اختيار شخص ما في إضافة شخص قبل شخص أي شخص تقدم الطلب يخرص التاريخ اللي تقدم فيه في الطلب ويخرص جميع الملفات أي تاريخ دفع أقدم من دفع يتم إضافة لللايحة مباشرة وهكذا تتواتر عليها الطلبات كاملة إذن طريقة مطبوطة وطريقة سليمة وطريقة شفافة وفهم توصيات أيضا من القيادة العليا للبلد على أن الأمور تعد شفافة من نفس المواطنين ونعود على مسافة واحدة من المواطنين كاملين إذن ذاك اللي يستحق أي مواطن في استلام أو طلب يتم طريقة شفافة ونزيها والأكثر من هذا أن أي شخص أي شخص إحنا بوابنا مفتوحين للناس كاملة أي شخص جاء وجبر على أنه قدم طلبه بتاريخ محدد وجاء شخص ذاني وقدم طلب بتاريخ قبله نحن قابلين نشدهم على الأخبار ذاك يقير الطريقة واضحة واستلام الرسائل واضحة وعندهم تسجيل في سجل إذن عمر أتى في يوم كذا في يوم سبعة تقريبا طبعا عنده عنده الحق فعلا أن يسجل قبل زيد اللي يجاء يوم تسعة إذن هذا بتسجيل تام وشفاف ونزيه للناس كاملة وأنا مسافة واحدة من الناس كاملة إن شاء الله وهذه هي التوصيات اللي مقيدنا أن نعدلوه وهذه هي توصيات رئيس الجمهورية أن نعود إلى مسافة واحدة من الواطنين ونلتزم بذيك الشفافية أمام الناس كاملة لأن هذا هذا يعتبر لا يستهان به لا بالنسبة للبلد ولا بالنسبة للمنطقة بصفة عامة وبعد أن نجحت في إنتاج سفينة الصيد التقليدي ديتيكارانسيس تعمل شركة صناعة السفن الموريتانية حاليا على تصنيع سفينة كبيرة للصيد بطول تسعة عشر مترا وعرض ستة أمتار ودلاثين سنتيمترا إضافة إلى سفن أخرى صغيرة للسياحة والقدمات تشتغلوا على المشروع مهم جدا للدولة على العموم هو تصنيع باخرة جديدة طولة ساعت عشر متر وعرض ستة أمتار وليتد عندهم كاباستي لترانة تون وباخرة اللي تعود فيها جميع المعايير دينافيقابلتي يعك تعود كونفورم ونورم دينافيقاشون وهي باخرة معدلة لإساس طلب من الواطن الموريتاني والله من القبان والبحارة اللي بينهم يدوروا ويعدل لهم أمباتو يدوروا ويعدلوا على العموم ولذلك جاءت توجيهات من فحمة الرئيسي الجمهورية لببوا هذا المطلب اللي جاي من عند القضوان والملاك السفن على العموم وكيما تشوفوا هذا الباخرة بقينا نعبدلوهون المصنع من جميع المراحل للمول كما يعدل إياك ناس تقرأ والكليان ترانسفر دينافيقاشون لأنا في الوطن لفبركة المول لكي تكنيسين كما يفعل المشروع أخر المهم من الشغل العلي هي باخرة للسياحة والخدماتية السيرويتية دينافيقاشون طولها 6 مطار وعرضها مترين واربعين دي متر كارم لكي تريد من المرواقش ويجب أن يكون أمي كثيراً ويجب أن يكون مدر من المحل ويجب أن يكون ويجب أن يكون مع هذه الأفاق الواعدة التي تحدثت عنها منذ لحظات المدير العام للشركة الصناعة السفن الموريتانية أستودعكم الله أرجو أن تكونوا قد طلعتم معي على حذيات الصناعة السفن إلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم تحياتي وتحياتي مخرج الحلقة محمد بيدراء السلام عليكم